أعوذ بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثل كن فأنذل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكتل ولربك فاصبر فإذا نطر في الناق فذلك يومئذ يوم عسيد على الكافرين غير يسيد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومن هدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عليدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبطي ولا تذر لواحد للبشر عليها بسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيطن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر وللبشر فالنا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسكر إنها لإحدى الخبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرد من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤذى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة كفمن شاء ذكرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة شكرا consistency شكرا شكرا اشتركوا في القناة